كرم وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني ومحافظ محافظة أرخبيل سقطرة رأفة الثقلي الشاعر السقطري محمد عامر كريمون بمدينة حديبو ونقل الوزير الأرياني خلال التكريم تحية فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة للشاعر كريمون مؤكدا أن هذا التكريم يأتي تجسيدا لاهتمام القيادة السياسية بالشخصيات الثقافية والقامات الأدبية في سقطرة التي أثرت الواقع الفني وحافظت من خلال الموروث الشعري على اللغة السقطرية من الاندتار وأشهد الأرياني بمسيرة الشاعر محمد عامر كريمون والذي يعد من أمهر الشعراء الذين يقرضون الشعر باللغة السقطرية ويجيدون المناظرات الشعرية على جميع فنون الشعر السقطري من جانبه عبر الشاعر كريمون عن سعادته الغامرة بالتكريم الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية وقيادة الوزارة والسلطة المحلية بالشعر واللغة السقطرية وشريحة الشعراء القلائل الذين لا يزالون يقولون الشعر السقطري بما يحمله من مضامين أدبية ومعاني جمالية فريدة اشتركوا في القناة